يقولون لي ما هو مشروعك الاقتصادي الاقتصاد توسع العلوم توسعت والدين الإسلامي يساير كل هذا الدين الإسلامي يواكب كل هذا التقدم المجتمع الذي يستحق قيمة شعب ليقبل مثل هذه المسائل نحن نرى دولا تقدمت علينا وتجاوزتنا لقد حققت ذلك بفضل العلم والدين الإسلامي كانت هذه آخر كلمة نطق بها الرئيس الجزائري الرحل المقتال محمد بوضياف في خطاب ألقاه في التاسع والعشرين من يونيو 1992 بالمركب الثقافي بمدينة عنابة والدين الإسلامي كانت هي الكلمة الأخيرة التي تفوى بها ثم صمت قليلا لبضع ثواني قبل أن تنطلق الرصاصات القاتلة التي مزقت جسده عشت تلك اللحظة مباشرة وعادت بي ذاكرة إلى الوراء قليلا تذكرت أول لقاء بالرحل في مدينة القنيطرة في بداية الثمانينات حيث كان يوقين ويدير مصنعا صغيرا يملكه للأجر كان لقاء في إطار ضيق وكنت مبهورا بمشاهدة هذا الرجل الذي كان أحد القادة الكبار للثورة الجزائرية التاريخيين إلى جانب أحمد بن بلة ومحمد خيضر والحسين أي أحمد الذي سعود لاحقا إلى حواراتي ولقاءاتي معه وكان الحديث مع أبو الضياف ممتعا فالرجل واضح في مواقفه ومبادئه ورؤيته لمستقبل الجزائر وهو الذي فرض عليه المنفع لكن كان يتابع كل شيء وكان من المتابعين شغوفين بميديئا نعود إذن إلى ما جرى في ذلك اليوم وما قبله وكيف عاد محمد بضياث فجأة إلى الجزائر وكيف جاءت هذه العودة فقد كان وقع المفاجأة كبيرا تطرقنا في الحلقة السابقة إلى ظروف وملبسات استقالة أو إقالة الرئيس الراحل الشادلي بن جديد بعد تدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التشريعية التي انتهت جولتها الأولى في الـ 26 من ديسمبر 1991 بفوز كبير للجبل الإسلامي للإنقاذ وقف المسار الانتخابي وتم تبرير هذا القرار عبر مخرج دستوري يتمثل في تقديم بن جديد لاستقالته وقامت لجنة خاصة بإعداد وصياغة نص الاستقالة الذي تلى الرئيس بعض سطورها كئيبا على شاشة التلفزيون محمد بوظياف لقب بسيط طيب الوطني وهو اللقب الذي أطلق عليه خلال الثورة الجزائرية التي يعد من كبار رموزها وبعد حصول الجزائر على استقلالها في الخامس من يوليوز 1962 انتخب في المجلس التأسيسي لكن ما لبث أن حدثت خلافات بينه وبين القادة الجزائريين وعلى رأسهم أحباد بن بلا وكان موقف بوظياف أن مهمة جبهة التحرير الوطني قد انتهت بالحصول على الاستقلال وأنه يجب فتح المجال أمام التعددية السياسية والحزبية وتأسيس جمهورية ديمقراطية وفي سبتمبر من نفس العام بعد شهرين من الاستقلال أسس حزب الثورة الاشتراكية وفي يونيو 1963 تم توقيفه وحكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر على أمن الدولة لكن لم ينفذ فيه الحكم نظراً للتدخل عدد من الوسطى ولسجله الوطني وتم أطلاق صراحه بعد ثلاثة أشهر قضاها في أحد السجون بجنوب الجزائر ثم انتقل بعد ذلك إلى باريس وسويسرا ومنذ العام 1972 عاش متنقلاً بين فرنسا والمغرب وفي العام 1979 وبعد وفاة الرئيس الراحل هواري بمدين قام بحل حزب الثورة الاشتراكية وتفرغ لأعماله الصناعية وإدارة مصنع الأجر بمدينة القنيطرة بعد إيقاف المسار الانتخابي وإجبر الرئيس شديد بن جديد على الاستقالة في يناير 1992 استدعى الجزائر من قبل العسكريين الذين لا يريدون الظهور في مقدمة الساحة وأرسل إليه صديقه علي هارون واقتنع بالعرض ليعود بعد غياب نحو 28 عاماً عن الساحة السياسية وفي أتون الأزمة التي فجرها إيقاف المسلسل الانتخابي ودخلت البلاد جراءها في معرفة بالعشرية السوداء وعندما نزل في المطار صرح بوضياف قائلاً جئتكم اليوم لإنقاذكم وإنقاذ الجزائر وأستعد بكل ما أتيت من قوة وصلاحية لأن ألغي الفساد وأحارب الرشو والمحسوبية وأهلها وأحقق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدتكم ومساندتكم التي هي سر وجودي بينكم اليوم وغاية التي تمنيتها دائماً ثم وقع تنصيبه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في السادس عشر من يناير أي بعد خمسة أيام من استقالة بن جديد لمجابهة الأزمة التي دخلتها البلاد غداة إلغاء المسار الانتخابي وأدى اليمين الدستورية في السادس عشر من يناير ليصبح رابع رؤساء البلاد ووجد نفسه محاصراً من قبل كبار العسكريين وشن خلال فترة رئاسته القصيرة هجوم إعلامياً شديداً على الفساد تابعناه وواكبناه وتعهد بجعل القضاء عليه أهم ركائز برنامجه السياسي وعقب قضائه 166 يوماً فقط في الحكم أغطيل بوضياف بينما كان يلقي ذلك القطاب بدار الثقاف في مدينة عنابة في التاسع والعشرين من يونيو من نفس العام رمياً بالرصاص من قبل أحد حراسه المسمى مبارك البوم عرافي وهو برتبة ملازم لقد تابعنا عبر سلسلة من التقارير من عين المكان تلك الأحداث في إطالي مواكبة ميدي آل الحدث الجزائري وظلت ملابسة الاغتيال غامضة وتهم فيها البعض المؤسسة العسكرية نظراً لشن بوضياف حملة من مكافحة الفساد وبعد أقل من أسبوع الاغتيالي تشكلت لجنة تحقيق في الرابع من يوليوز لكنها لم تظهر إلا في مناسبة واحدة عندما عرضت شريطاً يصور ما حدث لحظة الاغتيال ثم اختفت بعد ذلك وتم اتهام بوم عرافي رسمياً بالاغتيال واعتبر ذلك منه تصرفاً فردياً معزولاً وقدماً للمحاكمة وحكم عليه بالأعدام لكنه لم ينفذ فيه وقد شكلت السلطة الجزائرية وقتها لجنة تقصي حقائق ضمت علداً من الفاعلين الحقوقيين وخلصت إلى أن قتل الرئيس كان فعلاً معزولاً منفذه هو ضابط في القوات الخاصة تم إدماجه لغريب الصدف في مجموعة التدخل التي انضمت إلى الحرس الرئاسي في آخر لحظة واسمه مبارك بوم عرافي لقناعته المتشددة وانتقاماً من الرئيس لمواقفه إزاء الجبل الإسلامي الإنقاذ مستدلة على ذلك برسالة مكتوبة بخط يده وجهها إلى صديق الله لم تلقى خلاصات هذه اللجنة إجماعاً بشأن صيغة تقديمها للجريمة كما لطابعها الفردي بل إن الإجماع لم يتحقق حتى داخل أعضائها كالناشط الحقوق يوسف فتح الله الذي رفض التوقيع على هذه الخلاصات ليغتال لاحقاً في ظروف غامضة وإلى اليوم يرفض ناصر بوذياف نجل الرئيس الراحل فرضية أن مقتل والده كان عملاً فردياً موجه أصابع الاتهام بتدبير الاغتيات إلى وزير الدفاع وقتها خالد نيزار وإلى مدير المخابرات يومها جنار خالد المدين الملقب بالتوفيق وهما إلى جانب وجون أخرى من انتفض ضدهم الشعب الجزائري في حراكه الكبير الذي لم يكتمل وإلى لقاء قادم شكراً للمشاهدة